حديث الإسبوع وأهم الأحداث اللي بتشغل لرأي العام خلال الإسبوع اللي فات ده موضوعنا في آخر فقرة معنا النهاردة في نهارك سعيد حديث الأربعاء أو حديث الإسبوع ومعنا للتعليق على الأحداث ويقولون وجهة نظرهم ويحللون سياسيا إن شرفنا يكون معنا دكتور سعيد نادا عضو لجنة سياسات بنقابة المحامين وعضو لجنة حول إنسان بنقابة المحامين نهارك سعيد دكتور نورنا مش رفضة يكون معنا أستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام إزاي حضرت صباح كيلو عايزة ابتدي كده نهاردة خلاصة تقريبا مفروضة أو بكرة يعني هنبقى عارفين بشكل نهائي نتائج انتخابات مجلس الشعب استثناء طبعا الدوار المؤجلة اللي لسه منتظرين هيجرى فيها ايه أو الطعون أو ما شابه بس بشكل عام واضح فوز الإسلام السياسي في المراحل التلاتة بشكل كبير ايه التحديات؟ مش عايزة أقول بقى ده حصل ليه ونقض بنعمل زي ما بقى أنا شوية بنعمل سيد عارف ايه التحديات اللي بتواجه مجلس الشعب الثورة؟ دكتور سعيد صباح الخير الأول صباح الخير طبعا ما فيه شك ان احنا دخلين على مرحلة انتقالية حرجة صعبة جدا بتتطلب طبعا إعداد دستور جديد اللي هي هيبقى اللجنة المية من ملسايا الشعب والشورى واخرين من خارج المجلسين ما فيه شك ان المرحلة الانتقالية القادمة مرحلة حرجة جدا وصعبة جدا وبعد كتابة الدستور ما فيه شك ان هما اعضاء مجلسات الشعب والشورى هيبقى مسؤولين عن اعادة صياغة وتعديل والغاء معظم القوانين اللي معمول بيها لان طبعا زي ما احنا معارفين ان كلها تقريبا كانت بتتصل لمصلحة طبقة او فرض على مقاسهم اتفصل على مقاسهم او مستثمر معين او رجال اعمال اللي كانوا رجال اعمال وفي نفس الوقت اعضاء مجلس شعب وكانوا غزرة موضوع تزاوجة السلطة بالمال طبعا كان منتشر ما بين اعضاء الحكومة كلها فما فيه شك ان هي هتبقى مرحلة حرجة صعبة جدا هتطلب مزيد من المجهود ومزيد من الكفاءات العالية اللي المفروض تكون موجودة في اعضاء مجلسات الشعب والشورى حب الانتماء لبلدهم المصابرة النفس الطويل فهم ومعايشة كل مشاكل المجتمع حتى يتسنى لهم تشريع وسن قوانين جديدة تتماشى مع الاهداف العامة الخاصة بالمرحلة الانتقالية القادمة صبر من الشعب ولا من المجلس من الاتنين طيب استاذ جميل في نفس السياق يعني تيار الاسلام السياسي بشكل عام تصريحاته بتتغيرت من فترة للتانية هل ده ده لول زيادة في وعيهم السياسي ولا او لعبوهم للسياسة ولا ده كمان صوت الناس بقى واضح اكتر فبالتالي هما بيحاولوا يتفاهموا مع الشعب يعني هو الاسلام السياسي يعني فيه جزءين منه فيه جزء الحرية والعدالة وفيه جزء النور السلفي فلو كلمنا طبعا الاغلبية اللي هي اللي في بجلس الشعب اللي هي الحرية والعدالة الحرية والعدالة هي وضعة يعني ده مخطط هم وضعينه من ثمانين سنة منذ انشاء جماعة الاخوان المسلمين للوصول إلى الحكم لو حضرتك مريتي على التاريخ خلال الثمانين سنة دول تعرضوا للكبوات وصحوات ابتدوا يتغلغلوا داخل المجتمع المصر يعني عملوا فرشة جميع النقابات جميع الجامعات جميع الهيئات كل اللي مسيطر عليها اخوان المسلمين فهما في السياسة من فترة طويل وكان ليهم ارضية كبيرة بدليل في انتخابات الفين وخمسة قدر ينجح تمانية وتبانين واحد منهم في ظل النظام حسن مبارك والنظام التزوير فدول عندهم فكر اتصور يعني عندهم نوعا ما فكر سياسي ان هما قدرين ان هما هو ينعم يعني هما بيواكبوا الوقت الحالي يعني كل كلامهم وكل خطابهم دلوقتي متجه ان هو يواكب الحالة اللي بتعيشها مصر وبيعيشها العالم في الوقت الحالي اتصور ان هما يعني هيبتدوا يركزوا على الجانب الاقتصادي اللي هما يعني اتصور تحدي الاكبر هو ده التحدي الاكبر ده بالنسبة لهم اللي هو الجانب الاقتصادي بجانب جانب الحريات ما اعتقدش ان هما هيشرعوا مثلا في ظل الكلام الكتير اللي بيحصل عن الحريات داخل مصر دلوقتي ان هما هيقمعوا الحريات ان هما ما تصورش ان هما او لما هيدخلوا هيبتدوا يتحركوا في الاتجاه ده او يسيطروا على الدولة او يقمعوا الحريات ده على المستوى القصير ولا على المستوى البعيد يعني والله انا شايف اه انا شايف ان هو في الفترة الحالية اصلا انت حضرتك حضرتك بتكلمي على انتخاباتك احنا دخلنا دلوقتي في انتخاباتنا زيها مرحلتنا بعد الثورة انه ما فيش حد يعني مش هنقول الحزب الواحد يعني مش هو بقى في حزب هو اي نعم دلوقتي في حزب قوي موجود وده بقول لحضرتك ننتاج سنين اه ما اعتقدش لانه فيه انتخابات وهيبقى فيه انتخابات نازيهة بعد اربع خمس سنين كمان فاتصور انه كل واحد هيحاول خلال الفترة دي انه هو يقدم احسن ما عنده وجود ما عنده واتصور ان الاخوان المسلمين هيقدمه احسن ما عنده ايا كان بقى ما عرفش بعد كده بعد كده إيه اللي هيجرى يعني. دكتور سعيد قال انتخابات بنشهد لها بالنزاهة بس عدا يخليني يتساءل هو نزاهة معناها بس أنه السندوق ما تحطش فيه ورق مزور ولا كمان نزاهة بمعنى أنه لم نزور الإرادة لم نزيف الخطاب. ده بيصنف تحت تزوير الانتخابات هو طبعا أنا كان ليه طبعا رأي خاص في المطادة. هو الحقيقة أنه طبعا أنا شخصيا واحد من الناس بعتبر أن اللي حصل ده عرص مقارنة باللي كان بيحصل قبل كان. لكن أنا وجد نظري الخاصة أن هي العملية تحولت من تزوير تقليدي إلى تزوير في إرادة الناخ بمعنى ده بالإضافة إلى أصلا المناخ العام كان فيه عدم تكافؤ فرص. طبعا. بمعنى أنه كوني أن أنا أحشد جماعة أو طبقة أو فئة للتصويت لناخب معين دون الآخرين ده يعتبر طبعا تضليل ممكن يدخل في دور أو يرقى لمستوى تزوير لإرادة الناخب زي ما حصل في دوايا كتير جدا طبعا لكن ما فيش شك أنه طبعا في النهاية أنا احترمت الصندوق ولازم كلنا نحترم الصندوق ونعتبر أن دي مرحلة انتقالية وفيه تقدم طبعا كبير جدا حصل في موضوع الانتخابات وفي النهاية لازم زي ما بقول نحترم الصندوق من بعض التخوفات للناس الشاركة سياسية يعني كان بعد يناير اللي فات بشوية صغيرين الناس بدأت تقول بعد ظهور طيارات لا يعني هسميها برضو الإسلام السياسي عشان ظهور السلفيين وظهور الإخوان المسلمين بكثافة في الميدين وما شابه ناس كان فيه كلام بيهرروا يقولوا أن بعد سنة هنحتفل بمرور سنة على الثورة الإسلامية وإذ بينا نلاقي أنه المرشد السابق الإخوان المسلمين الأستاذ مهدي عاكف مع الإعلامية رولة خارسة بيقول الإخوان المسلمون هم الذين حموا الثورة وحفظوا على مؤسسات الدولة هل ده بيقوم بأن إحنا كمان كم سنة هنبقى فعلا نحتفل بثورة إسلامية مصرية أنا شايف أن الكلام ده يعني غير صحيح إن كان المرشد العام قال إن حموا الثورة هو طبعا ما ينفعش أن واحد يقول أنا اللي عملت الثورة أو مجموعة أو فصيل معين يقول أنا اللي عملت الثورة لكن اللي عمل الثورة ده الشعب المصري واللي حمى هذه الثورة هو الشعب المصري ليس فصيل بعينه إخوان مسلمين الثلفيين لبراليين شعب كله طلع بكافة اتجاهاته يعني حتى اللي ملوش أي انتماءات سياسية طلع في هذه الثورة وحمى الثورة الإخوان المسلمين بيتكلموا على حموا الثورة اللي هو يوم موقعة الجمل وهو ده فعلا ان هو يوم موقعة الجمل كان مجموعة من الاخوان المسلمين مدربين كانوا واقفين في في الاول. ما شكرا المستشفى الميداني اللي عملوه. والمستشفى الميداني والخدمات اللي قدموها لكن ده لا يعني ان هي الثورة اه ثورة اسلامية او ثورة اللي حماها الاخوان المسلمين او بعد كده هنحتفل بصورة بالصورة الاسلامية مع تقشق. هلك عندك تاريخ على ده دكتور سعيد? هو طبعا انا انا بعتبر ان طبعا يعني اه 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 ا بالإضافة طبعا لقواتنا المسلحة في الأيام الأولى تمام بس ده خليني أسأل كنا في الأول نقولك الشباب اللي طلعوا شباب ملوش حلقة بالسياسة الشباب الطاهر البريء وإن كان فعليا لو ركزنا كده بعد السنة هو إحنا بنحتفل بمرور سنة أو ما فيش حاجات كثيرة تحققت ولسه في ثورة هنتكلم عنها تاني يوم 25 اللي جاي بس هنلاقي إنه فعليا الشباب البداية اللي طلع الشعاع أو الشعلة الأولى اللي كانت في الثورة معظمهم شباب إما من كفاية إما من ستة إبريلي إما شباب مسيس بشكل أو بآخر ونشط حزب التجمع مكان شباب ملوش حلقة بالسياسة يعني ولا إيه؟ لا هو اللي فجرها طبعا شباب اليوم حلقة بالسياسة واللي هو يعني كان عندهم خلفية سياسية نوعا ما وابتدوا ينشطوا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها وابتدوا يحركوا فعلا الناس وابتدوا عن طريق المنشورات اللي كانت بتتوزع على البيوت إن احنا نخرج من هنا ونتجمع في الميادين كل الكلام ده طبعا خلفية كل الشباب دول عندهم خلفية سياسية لإنه لإنه أي واحد مثلا مواقن عادي ما عندهش أي خلفية سياسية مش عارف يشتغل مش عارف يتحرك فدول فعلا ابتدوا يبصروا لكن اللي نزل بقى في الشارع هو وقت الشعب إشكالية جديدة بقى من الإشكاليات إحنا كل الشوية بندخل كده في حاجة أولا لأسانيا حاجة أولا لأسانيا دلوقتي إحنا خلاص عملنا مجلس الشعب أولا زي ما كانت القوصية سياسية معظمها عايز يعني أو في بعض بناءا على الإعلان الدستوري ودلوقتي إحنا في الإشكالات التانية الرئاسية لأول ولا الدستور الأول طب نعمل الدستور وإحنا بنعمل كمان الرئاسية عشان ننجز المرحلة الانتقالية ولا نعمل الدستور الأول وبعد كده نعمل والناس مش فهمة بقى إحنا كشعب كموطنين عامة بإينا محتسين ومشفهمين هو إيه الصح وإيه الغلط هو طبعا أنا من وجهة نظري إن الصحة ومش من وجهة نظري بس من وجهة نظر المنتشرة أو المعمول بها في جميع الدول العالم إن المفروض إن احنا نبدأ أولا بالدستور حتى قبل انتخابات مجلس الشعب لأن الدستور عبارة عن العقل الاجتماعي اللي بيمثل أو يعبر عن جميع طبقات وفقات الشعب ومتطلباتهم واحتياجاتهم وظرفهم فالمفروض إن احنا كنا نبدأ أولا بالدستور ولو تفتكر حضرتك إن أول 9 بنود نزلت في الدستور اللي الشعب استفتع عليها طبعا كان نعم أكتر من لا لكن أنا شخصيا واحد من ناس طبعا قلت لا وكل المثقفين تقريبا قالوا لا معادة الإخوان أو الحرية والعدالة هما اللي كانوا بيشجعوا على نعم وكان فيه أسباب وراء إن هما بيشجعوا على نعم بأنه هما منظمين ومرتبين وشغالين سياسة طبعا من سنوات من عقود سابقة طويلة ومجهزين نفسهم ممكن يقولي الاستلاء على الحكم فطبعا كان من مصلحتهم إن هما يقولوا نعم لكن هو المفروض طبعا الدستور أولا طيب خلاص أمر الله النفذ ومجلس الشعب بقى أولا دلوقتي بقين رئاسية أولا ولا الدستور أولا لا الدستور أولا برضو بس دا بيطول في مرحلة انتقالية لا هو طبعا يعني مش عايز تقولي حضرتك إن فيه دستير شبه جهزة أو جهزة أصلاها مش معضلة يعني هو المفروض إن بعد انتخابات مجلس الشورى يبقى مجلسات الشعب والشورى بالإضافة إلى لجنة الماء اللي هما المفروض تعدوا دستور بالإضافة إلى آخرين من خارج المجلسين الناس يعبروا عن الفن الهندسة الطب كل فئات الشعب كل فئات الشعب يبدأوا يحطوا دستور يعيدوا دستور جديد قبل انتخابات الرئاسة لأنها هيتحدد على أساسه شكل الدولة وإحنا كناس درسين قانون شكل الدولة هل هو هيبقى برلماني رئاسي ولا رئاسي برلماني ولا رئاسي بس وطبعا أنا بكترح إن هو يكون رئاسي برلماني مع الحد من سلطات رئيس الجمهورية تمام أستاذ جميل الصوت اللي بينادي ندر أقول في الميادين إنه عايزين رئاسية علشان المجلس العالي قوات المسلحة يسلم السلطة وإحنا بقى مدنين في بعض نتصافها بعد كده يبقى في انتخابات رئاسية وفي السكة بنعمل كمان الدستور ومشاكل أنا عايز أقول لحضراتك على حاجة بعد انتخابات مجلس الشعب هو الخارط الطريق اللي محطوطة إن يحصل الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسية فاتح بابة الترشيح للرئاسية الجمهورية أنا شايف إن ده الحل الأسلم للوصول لنهاية جيدة اللي هو يوم تلاتين يونيو ده الوصول للرئيس الجمهورية منتخب وأتمنى إن الدستور يكون يبقى نظام الحكم فيه رئاسي رئاسي مش مختلط رئاسي أنا عايز أقول لحضراتك على حاجة هو رئاسي في المرحلة دي لازم يكون رئاسي وعايز أقول لحضراتك على حاجة هو مختلط برضو يعني ما هو ما هو النظام يا برلماني يا رئاسي يا مختلط المختلط ده بيخش فيه يعني يعني اتجاهات وخلافات فيا يبقى يا رئاسي يا برلماني في الوقت الحالي البرلماني ما ينفعش لا يصلح يعني البرلماني لإن إحنا أول مرة انتخابات ده خوفة من الحرية والعدالة بقى ده تأمين ده تأمين يا إما رئاسي فهو المرحلة دي يعني وأتصور أنها هتمشي في سبط رئاسي بس ده خليني أتكلم في أنه طب ما هو رئاسي تاني لا ما هو فيه دستور بقى الأول هيحد من صلاحات رئيس الجمهورية تماما يعني يعني لازم الدستور يحد من صلاحات رئيس الجمهورية ويخليها يعني ما تبقاش بالشكل اللي فات ده أبدا أنا مش بدافع على فكرة المختلط بس بأتكلم على أنه لو مختلط هيبقى فيه رقابة على بعض كده وعينينا كلهم ما أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة ما هو مجلس الشعب قريدي لازم يبقى رقيب على اللي بيحصل أوكي وبعدين توزيع السلطات أصلا ما بين يعني رئاسي برلماني بنقول لحد من سلطات رئيس الجمهورية يبقى معنى كده أن أنا حدي للبرلمان بعض السلطات بعض السلطات تحيبقى اختبار قوي جدا للحرية والعدالة والنور على أساس أن إحنا نقدر نقيم نعرف نقيمهم صح طيب أنا طبعا كنت أتكلم على محاكمة رئيس المخلوع بس وإحنا بنتكلم على ده يخليني أفتكر على طول يوم 25 يناير اللي جاي وفيه كلام بقى لأنه هيبقى أنا مش طبعا مش أجيب سيرة عيد الشرطة يعني مش بأتكلم ده بأتكلم على الثورة دلوقتي وإنه هو ذكرى الأولى لمرور سنة على الثورة وفيه ناس نازلة تحتفل وفيه ناس نازلة كمان علشان شايفة أنه المطالب لسه حاجات كتيرة لم تتحقق منها المحاكمات النجزة فكرة أنه الدستور كانوا فيه يتعامل أولا على الأقل نبقى شبه تونس ولا الحقيقة كده يعني فيه لسه مطالب والناس حاسة أنه هو ثورة جديدة يوم 25 يناير مرة أخر أستاذ جميل هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة على حكاية الدستور إحنا يعني كان فيه استفتة في شهر 3 الفيات والاستفتة دات عمله خلاص يعني أيام كان نتيجته إحنا بنحترمها وماشيين عليها لازم دلوقتي إن إحنا بقول لحضرتك قبل الانتخابات الرئاسة لازم الدستور يتحط ما ينفعش يجي رئيس جمهورية ويتحط بعد كده الدستور إلا هي بقى دستور مفصل يعني النقطة التانية إن آه فيه حاجات كتير أو من الثورة ما تحققش فيه المحاكمات زي ما حضرتك بتتكلمي عن المحاكمات بس أتصور إن المحاكمات يعني جزء منها حالة التباطؤ آه نتج عنها يعني المحاكمات دي نتجت فيه وقت من الأواتف نتيجة تدخل بعض المحاميين اللي هم ردوا المحكمة أو فيه ناس بتقول المحاميين دول مقجورين على أول كل أنا بينا مقجورين لكن أنا عايز أوصل في النهاية إلى إن المحاكمات يجب أن تسرع المحاكمات أكتر من كده بكتير ومش محاكمات حسن المبارك وولاده وحبيب العد لا فيه محاكمات اللي هي مع باقي ورموز النظام اللي زي أحمد سروق فتح سرور وصفة شريف موقعة الجمل وباقي المحاكمات مع النظام الفاس تمام آه فأنا شايف إن دي طبعا أثرت بشكل كبير لكن إحنا لو جينا بصين على اللي حصل خلال السنة اللي فاتت فإحنا ما نقدرش برضو يعني مثلا فيه ناس بتقول لسه ما فيش عدالة اجتماعية بس في خلال السنة دي في حالة الجمود اللي احنا وقفين فيها دي حكاية الأجور وحكاية الاقتصاد يعني لسه محتاجة وقت طويل مننا قوي تمام بس كمان دكتور سعيد فيه لسه ناس بتتكلم من اللي بيدعمه نزول لخمسة وعشرين يناير هو إنه لم يتم تطهير أو عادة هيكلة وزارة الداخلية نفس الحكاية مع وزارة الإعلام فبالتالي مش حاسين فيه أي إنجاز ملموس يعني على واجه الأرض بالعكس بيتمد الوقت القبض على الثوار والمدونين والنشطين السياسيين هو طبعا ما فيش شك يعني ممكن نقول إن تقريبا ما فيش حكا تحققت من مطالب الثورة لأن تقريبا احنا لسه ماشيين بنفس النظام السادق يعني دي طباطق عنصر التوقيت الوقت عندنا ملوش أي قيمة ولا ليه أي معنى رد الفعل للأحداث حتى الجارية بيبقى بطيئ جدا من المسؤولين يعني نفس طريقة واسلوب النظام السادق لكن بنتعشم ونتمنى إن بعد انتخابات مجلسات الشعب والشورى ووضع دستور وهي دي بقى الحكومة الجديدة المنتخبة من الشعب إنها تقدر بقى طبعا إن شاء الله ومسؤولياتها ضخمة جدا ومرحلة حارجة إنها تبدأ إن شاء الله تفعل كل مطالب الثورة وتحققها وبرضو ما نقدرش ننكر إن فيه يعني بعد مطالب بدأت تتنفذ لكن برضو للأسف إنها تحت ضغط الشعب زي إيه يعني زي إيه يعني بدء المحاكمات نفس النظام السابق ما بدأش إلا مع طبعا بعد شهرين من الضغط أصلا بعد شهرين من الضغط الصوار والشعب التعديلات اللي بتتم اقتصاديا دلوقتي مع التفايات الدولية يمكن برضو حكومة الجنزوري بدأت أنا لامس إن فيه شغل بدأ يتم من خلال الحكومة المؤقتة اللي موجودة لكن طبعا ده لا يرقى إلى المستوى المطلوب وده اللي احنا بنتمناه بقى إن شاء الله مع الحكومة الجديدة انتخابات مجلس الشعب والشورى ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية اللي خلانا نصبر بقى خمسين ستين سنة نصبر شهرين ثلاثة عشان الناس صبرت مش حايزة تصبر تاني الناس صبرت يعني لغيت خلاص مش قادرين الناس وهو ما فيش شك إن النظام السابق يعني يعني وصل لمرحلة إن هو دفن الأمنيات ودفن الشباب بالحياة ما حدش يقدر ينكر كده فما جيش تطلب مني بقى كحكومة جديدة إن أنا في يوم وليلة أو في أسبوع أو في أسبوع حدش معها صاري سحرية طبعا مفهوم يعني بالضبط كده إن أنا أقدر أعدل كل هذه الأمور في فترة وجيزة يعني إحنا المفروض إن إحنا لو اتكلمنا في مرحلة انتقالية من ثلاث سنين لخمس سنين أو من خمس سنين لاثناشر سنة نرجع مصر للمكانتها اللي هي المفروض تتبوقها والمفروض تبقى عليها اللي هي أنا جيلي ما يعرفش اللي هي إيه أصلا مكانتها دي بصراحة يعني جيلي معاش مكانة لمصر كانت محترمة لأن إحنا في تضاهر مستمر عقود طويلة مواردنا البشرية بتهضر لا تستغل مواردنا الطبيعية بتهضر لا تستغل يعني حتى المعونات كانت بتهضر ولا تستغل وطبعا وكل دوة المسؤولة عنه النزام الصدر ما كانتش بتهضر هي بياخدها مجموعة معينة مجموعة معينة ما هي بتهضر لحساب هم اللي بياخدوها هم اللي بياخدوها مجموعة معينة طيب من الحاجات برضو اللي لفتت نظر ناس كتيرة وشغلت رأي العام المصري والعالمي هو مدهمة مقر مجموعة من الجامعات الأهلية جامعات المجتمع المدني يعني اللي ما قدروش رغم كل مساء والنزام السابق تحصل فيه وتحديدا كانت كلها جامعات حق إنسان ومن اللي قدروا ينضلوا في قضايا أهمة جدا معدى الدموقرات الأمريكية والمعدى الدولة الأمريكية وكانت كلها من المؤسسات اللي قدرت أنها تناضل للضغط مع الشعب وأنها تاخد أحكام محكمة للضغط على الدولة أنها تعمل بعض الإجراءات ودهموا السبعة عشر لا ما أنا عايز أقول لحضرتك على حالي فيه مقرات أو فيه جامعيات مش مرخصة وفيه جامعيات مرخصة جامعيات المرخصة دي تقريبا ما دخلوش عليها هما دخلوا على الجامعيات مش السبعتاشر مقر مش مرخصين ما عافش النسبة قديه بس مش كلهم مش مرخصين اللي هي اللي مش مرخص ده وهو دخل تقريبا بإذن من النيابة لأنه كان معاه وكيل نيابة وابتدى يجمع الأوراق هو كان شغال من فترة وتقريبا تم الإعلام من فترة برضو عن طريق النيابة أنه هما بيشوفوا الأموال اللي دخلها مصر ودخلت لمين وأعلنوا برضو تقريبا عن بعض الأسامي من حوالي شهرين كده هو صحيح فلما ابتدوا اتأكدوا من أن الفلوس دي وصلت ابتدوا يخشوا المقار دي لكن أنا عايزة يعني أبص على اللي حصل من الولايات المتحدة الأمريكية اللي حصل من الدول الغربية برضو ده كلام برضو فيه نوع من أنواع التدخل الشديد برضو سهيح في السيادة المصرية يعني بدليل اللي هو مدير الفريدم هاوس طلع وقال أن مصر هتعاقب المجلس العسكري ومصر ستعاقب على العملاته ده وأن المعاونة العسكرية الأمريكية هتعاقب لا هو مسؤول في الحكومة ولا هو عضو في الكونجرس ولا عضو في مجلس الشيوخ بحيث أنه هو يطلع يقول متصريحات زي دي ويهدد ويقول تصريحات طب هل الولايات المتحدة الأمريكية تقبل أو هل أي دولة في العالم تقبل أن تنتهي في يدتها مسلا ولا احنا نقبل يعني على الاتفكرة ولا نقبل ونرجع برضو تاني نبص حتى لما حصل الأزمة بتاعت لندن وطلع يعني كان فيه حالة شغل في لندن فطلع قال ما حدش يسألني عن حقوق الإنسان خالص في الظل تهديد الأمن القوم البريطاني فهما بيقولوا كلام في بلادهم يعني لو حصل هناك حاجة بيتكلموا بأسلوب ولو حصل هنا حاجة هما بيتكلموا بأسلوب تاني أو عايزين يفرضوا الوصاية على مصر دي حاجة احنا لا نقبلها تماما أيا كان اللي حصل من النيابة أو حصل من الحكومة ده أيا كان سليم أو غير سليم لكن لا نقبل التدخل احنا ممكن نتكلم فيه هنا وفي مصر ونتصاف احنا مع نفسه لكن التدخل الأجنبي ده كل ما اعتقدش أن حد وطني بيحب مصر يقبل فيش حد قبل وتحديدا من أمريكا يعني من أمريكا بزي من أمريكا تحديدا رأسها بطحات كتيرة فمش مكبول يعني طب فيه نقطة بس أحب أوضحها أن برضو بالنسبة للجمعيات المدنية دي العملية مش عملية تبقى ترخيص هي المفروض أن تلقي أموال من الخارج بيبقى لها موافقات وليها آليات وخطوات معروفة المفروض بالضبط كده فيه إجراءات وموافقات المفروض أن أنا عشان أطلق كجمعية أطلق تبرعات من الخارج أو حتى كجمعية عادية طبيعية مصرية مش أمريكية المفروض أن أنا من المتبرعين مصريين حتى كل ده فيه قوانين بتحكمها وطبعا ما فيش حد مع التجاوز القانوني لكن هو برضو فيه استفسار وفيه سؤال هنا طب اشمعنا دلوقتي برضو أرجع أقول لحضرتك اللي أنا قلته قبل كده أن إحنا عندنا دايما نرد الفعل أو الوقت أو التوقيت بطيئة وغير مناسب ما بعملش الحاجة في وقتها زي برضو موضوع جزيرة مباشرة من نفس القصة طب جزيرة مباشرة كانت شغالة بقى لقد إيه كانت شغالة بقى لقد فترة في مصر اشمعنا في التوقيت ده بتدهمها وبتقفلها دي حاجة طبعا أنا مش بقول كده أنا راجل قانون وأنا ضد كسر أو تجاوز أي قانون معمول به المفروض أن طالما فيه قانون المفروض أن أنا أعمل به بس أعمل به في جميع الأوقات مش في وقت أعمل به وفي وقت التالي ما أعملش به طبعا ده لا يستقيم وما ينفعش دي حاجة الحاجة الثانية أن أنا برضو إيه بالنسبة للتدخلات الخارجية طبعا ما فيش حد مصري مواطن شريف يقبل ما ليش هنا بكلمت مواطن شريطي عشان بايت بتستغلن كده المواطنين الشرفاء دي بايت حسنا فيه شديد لا يعني ما بيش مواطن عنده دماء لبلده مصري يحب أي تدخل من أي نوع ومن أي شكل وبأي صورة من أي دولة أجنبية لكن في نفس الوقت في نقطة مهمة جدا لازم ما ننساش أن احنا تابع طبعا ما احنا تابع يبقى طوله عمرنا هنطلقى تعليمات من برا وهنطلقى تدخلات من برا يبقى المفروض أن أنا إزاي أحول نفسي من تابع لمستقل عشان أحول نفسي من تابع لمستقل دي محتاجة طبعا بقى مرحلة انتقالية طويلة جدا خطة طويلة الأجل عمرنا ما كان عندنا خطة طويلة الأجل عمرنا كان عندنا خطة نقطة طويلة بقى وسائرة بمعنى بمعنى انت ثقة لك ايه او انت وزنك ايه اقتصاديا على مستوى العالم حاليا تأثيرك ايه على اقتصاديات العالم وبالتالي تأثيرك ايه على سياسيات العالم يعني ممكن زي ما كرتا دلوقتي كان بيزور مصر وبيزور مقر الانتخابات بيقولنا اه لا ده حلو اه ده وحش طب احنا عندنا جمعية مصرية بتروح امريكا ترائب الانتخابات عندهم وتقيم الوضع وتقول لهم لا ده كويس او ده وحش لما نوصل للمرحلة دي مفيش حد هيقدر تدخل سياسية اه تدخل اي باي شكل اي سورة نجوك لباب السماء دكتور سعيد والله يفسنا ونتمنى الكلام به ونيقدر نحققه على فكرة لا بس برضو خيرا انا اوضح فوضوع فكرة التمويل الخارجي عشان بس هو حيانا بيبحق يراد بيبطل هو زي بحدك وهأكد لحدك قلت وفعليا فيه تمويلات بتيجي خارجية بس لها ابليكيشنز واستمارات وليها قليات ومعروفة وعلى عينك يا تاجر وانتبهاش حاجة في السر فكله فيه منح جاية من بره ده مش معناه انه وحش بالفق يعني علىولا كده فده برضو مهم انحنا نبقى بنوضحه يعني اخيرا نريد اتكلم على محاكمة رئيس مخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العدلي الوزير السابق وستة من معاوني وبرضو مبقلاش فاهمين حاجة بقى الايام بتزيد والمرافعات تلاتة ايام واربعة ايام والشهد والشهود كتير والورق اكتر وحنا عادين مش فاهمين حاجة وعندنا احساس انه هطلع براءة والسعب هولا يتحبس مبقلاش فاهمين احنا رحين فين يعني لا هغانتي حضرتك لو بصتي على المحاكمة دي محاكمة كبيرة جدا يعني دي محاكمة قرن واول مرة تحصل رئيس الجمهورية يتحاكم بالشكل ده وفيه اوراق كتير وفيه ضحايا كتير يعني الف وشوية وفيه اوراق يعني حتى الضئيس المحكمة المستشارة احمد رفعت قال القضية الاوراق اللي فيها اتنين وتلاتين الف ورقة وهو قراهم تلات مرات لاثنين وتلاتين الف ورقة فحاجة طبعا ضخمة جدا بجانب ان كل النيابة قدمت اوراقها والمحامين بالحق المدني ودلوقتي هو مدي لكل فرض تقريبا تلات ايام اللي هو دفاع كل واحد في يوم تلات ايام فديها تاخد وقت كبير يعني تاخد لها حوالي شهر لان كل تلاتة في عشرة في شهر فانا اه لكن انا شايف ان يعني الادلة متجهة كلها لادانة حسن البوري ادانة ولا البراءة ده راح لحسنا براءة انا عايز اقول للحضريك على حاجة يعني هو مدان اي هو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راية لما ضابط البوليس ضابط واي في الشارع ضرب مواطن بالرصاص المسؤول عنه رئيس الجمهورية الضابط ده مش هيدرب من فراغه ومش يطلع الرصاص من فراغه وفيه هناك اسبتات ودلائل وشهود بيقولوا انه تم تسليح الزباط بالمدافع بالرشاشات الالية وبالخرطوش وبالمطاطي وتم استراض يحنا عديد من استراض وتم استراض اللي هو محمود بواجدي اللي هو كان وزير الداخلية الاسبق قال ان فعلا ما ينفعش اي طلقة رصاصة الضرب الا بتعليمات من رئيس الجمهورية فاذا الموضوع كله اتصور ان قبل كده برضو من فترة من زمان من بداية الثورة كان عمر سليمان طلع الاتكلم وقال ان الرئيس سمع وطنش يعني يعني يقال لهم فضوه امه ازا فهناك تعليمات وحتى في جملة اتقالت حتى في المرافعة بتاعت النيابة انه هو لما لقى ان الشرطة انهارت والجيش ما قداش المطلوب منه فهو اضطر انه هو ينسحب يعني او يتنازل عن الحكم ازا كل الكلام ده يدين حسن مبارك اي واحد هو مدام مدام صحيح هو يعني احب برضو ايه اضيف جزئية اولا طبعا بدء زي بدء المفروض ان احنا باي شكل وباي صورة لازم حق الشهداء والمصابين يعني يرجع لهم ويتكرموا احسن تكريم دي رقم واحد اه اه رقم اتنين طبعا هو اه طبعا اه كل راعي مسؤول عن رعياته بس المشكلة ان كل راعي مسؤول عن رعياته فيبقى في الحالة دي حسب القانون الجناء المصري ان كده حسن حيودان مدنيا فقط يعني اه اه لو ثبت ان هو مداش تعليمات مباشرة تمام للجهات المختصة اه هيبقى مسؤول بس مسؤول مدني فقط يعني بمعنى اصح ان المدعب الحق المدني يرجع ليه بالتعويض فقط اه ماش لكن ما يبقاش فيه اي مسؤولات جنائية لكن المشكلة الاسئيات دلوقتي اللي المحامين ومنهم طبعا استاذنا احمد عشور اه بترافع فيها ان بيحاول يثبت ان هو اما محرد اما فاعل اصلي للجريمة يام اه عشان لو ثبت ان هو اه فيه اشتراك او محرد او فاعل اصلي للجريمة ام ام امام المحكمة ففي الحالة دي حيودان وياخد اعدام دي ما فيهاش كلام اه طبعا في القوانين عندكم خبايا كتير احنا يعجز على امثالي ما فهمه فهم الكلام ده تاخد اه لكن هو طبعا لو اه اه لو وجدوا صعوبة في اثبات ان هو ادى تعليمات مباشرة صريحة واضحة للقيادات منهم طبعا مزيل الدخلية الاسبق ومعاوني باطلاق النار تمام لو ثبت الكلام ده هياخد اعدام طب بس دكتور سايد عشان الوقت بيخلص دلوقتي كان في كلام انه مستشرح مدريفة فعلية المفروض ان هو اه هيطلع معاش او حاجة في شهر ستة او سبعة اللي جاي. اعتقد ان هما ممكن يمددول لغاية نهاية المحاكمات. لو ما مدلوش بقى. اعتقد ان نهاية المحاكمات هيكون شارف وبرائل. طيب لو حصل ان هما ما مدلوش. والمحاكمات طولت بالايقاع اللي احنا فيه ده بنسمع تلاتة في عشرة وبعنا اتناشا. لا اصلاح عملية بسيطة جدا بيبقى تولى واحد تاني رئيس محكمة في مكان. اه بس بنبتدي من الاول وجديد صح? لا بيقص بقى على القضية. لا كل كل المرافعات مزبوطة. اه. مجرد ان هو يعني اه طبعا بيقرى الورق تاني. وطبعا المفروض ان حسب الاجراءات الجنائية ان ما ينفعش واحد جديد يجي يروح حكم في القضية كده على طول. لازم يعيد اجراءات. ما هو يعيد اجراءات يا حامل نقول كمان سنة هو. صح? بس سنة شارج داي يعني شار اتنين. لكن هما تقريبا بيحاول يفصل فيها على شارف ورائق ومارس مصر. متوقعين كده? اه. طيب ختم ان متفائلين ولا متشأمين من يوم خمسة وعشرين يناير القادم آآ عيد الثورة المصرية. آآ استاذ جميل حالك متفائل ولا متشأم? هبقى فيه صوابع خارجية وآدي خفية. لا انا متفائل اللي هيطلع في الثورة دي اه هيطلع يوم خمسة وعشرين يناير. الشعب المصري الاصيل اللي هو طلع والشباب الجميل اللي طلع يوم خمسة وعشرين. مش هبقى فيه مشاكل ان شاء الله. دكتور سعيد. انا طبعا متفائل جدا. ان ان شاء الله كله يعني سواء في خمسة وعشرين يناير اللي جاي او في الفترة القادمة. ان طالما لو احنا عندنا ارادة سياسية. طالما عندنا مجلس شعب وشورى ممثل من الشعب ومنتخب من الشعب. ودستور ورئيس جمهورية منتخب من الشعب. ان شاء الله مرحلة انتقالية وحتعديه وحتبقى زي ان شاء الله مش هبقى فيه مشاكل يوم خمسة وعشرين يناير. مش هبقى فيه مشاكل يوم خمسة وعشرين. والشعب هيحمي صورته تاني زي ما عملها اه دكتور سعيد نادا عضو لجنة السياسات بنقابة المحاملين وعضو لجنة حقوق الانسان بنقابة المحاملين شكرا جزيلا من فندم نورتنا. اه استاذ جميل عفيفي ناب رئيس تحرير جاية الاهرام شكرا على وجودك. شكرا. شكرا. يا ربي يعدي العام اللي جايه على خير وبعتقد سؤال متفاقل ولا متشائم من يوم خمسة وعشرين يناير. ده هيبقى سؤال معنا تقريبا كل يوم لغاية خمسة وعشرين يناير. خلصت حالتنا النهاردة. بكرة ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى فيه اخبار كويسا معي لكم. يا رب. صباح الفجر.